رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البداية أتمنى لمشاهدي برنامج صحف طوركم وقناة المغاربية رمضان كريم جعله الله أوله رحمة ووسطه مغفرة وأخره عطق من النار الحقيقة سأتحدث اليكم اليوم عن موضوع مهم أمراض الفم في شهر رمضان الكريم شهر رمضان والصيام أثبتت كل البحوث والدراسات العلمية أنه أكثر شيء مفيد للصحة هي الصيام وحتى في الغرب بعض المسيحيين وبعض الأديان الأخرى بدأوا يصومون لأسباب صحية لكن مع الأسف عندما أراجع كل المعدلات أمراض الفم والبحوث التي أجريت في العشر سنوات الأخيرة نجد أن هناك ارتفاع مع الأسف شديد في معدلات أمراض الفم خلال هذا الشهر الفضيل وذلك ليس لأنه الصيام هو غير صحيح لصحة الفم أو يسير لصحة الفم وإنما عاداتنا الخطأ مع الأسف شديد نجد أن في هذا الشهر الفضيل وحسب آخر دراسات في دراسة لجامعة الملك السعود في المملكة العربية السعودية أن هناك تسوس الأسنان أو نخر الأسنان ترتفع بمعدل تقريباً 50% خلال شهر رمضان الكريم اتعادنا عن السنة النبوية الشريفة تحول شهر رمضان الكريم من شهر يفترض أن يكون شهر العبادات والطاعات إلى شهر تجتمع فيه العائلة حول قناة أحدها للتلفزيون والموائد الإفطار والسحور تحولت إلى موائد نجد ما أنزل الله بها من سلطان من سحون مليئة بالمواد المسيئة والمواد المضرة لصحة الفم التي ستحدث عنها في هذه الحلقة الحقيقة في شهر رمضان الكريم وجدنا أن استهلاك معدلة السكر في هذا الشهر ترتفع بنسبة 150% والسكر كما هو معروف وكما أشار النبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال احذروا الأبيضين وعليكم في الأسودين والأبيضين الملح والسكر والآن في الغرب هناك دراسات تشير إلى أن خطورة السكر على صحة الجسم هي أكثر ضررا من الكحول والتدخين وفي نيويورك هناك دراسة معروضة أمام عمدة نيويورك لمنع تداول السكر في الأسواق بسبب أضراره الكبير في صحة الجسم طبعا الأمراض السكري وأغلب الأمراض غير المزمنة وجدوا أن السكر هو سبب رئيسي لها فنجد أن بوجود جفاف الفم بسبب الحر وبسبب الصيام واستهلاك كميات كبيرة من السكريات والسكريات هنا لا أقصد فقط هي إضافة السكر الأبيض إلى الشاهي أو القهوة أو في العصائر وإنما نجدها في كل شيء نجد السكر في الكتشب ونجد السكر في المعلبات الفول ونجد السكر في الآيس كريم ونجد السكر في حلويات رمضان التي تزده المائدة الرمضانية فيها في وجود الجفاف بسبب الصيام واستهلاك كميات كبيرة من السكر خلال هذا الشهر الفضيل نجد أن الجراثيم تحول السكر إلى حامض يذيب ميناء الأسنان فتتحول ما نسميها بالنخر وهذا النخر يزداد بسرعة عندما يكون تواجد كمية السكر والجراثيم بشكل كبير فنجد أن يتحول هذا الشهر الفضيل من شهر عبادات وطاعات إلى عدد كبير من الصائمين بعضهم يضطر إلى أن لا يصوم بسبب وجود النخر المؤلم وتحول هذا النخر إلى خراجات تسبب تورمات في الوجه وأيضا ترتفع مع الأسف الخراجات في هذا الشهر الفضيل لذلك الحقيقة أنا أجد من الأهمية بمكان أن أنصح كل المشاهدين والمشاهدات ليكون هذا الشهر الفضيل هو شهر الطاعات والعبادات لنبتعد عن السكر ليكون نقلل من كميات السكر المستهلكة خلال هذا الشهر الفضيل لأنه ارتفاع معدلات تسوس ليس فقط تسوس الأسنان لا يؤذي فقط إلى وجود آلام مبرحة لآلام الضرس ولا إلى الخراجات التي سبب كبير بعضها تؤدي إلى التهابات وتسمم في الجسم حقيقة بعض الخراجات وهناك قصة معروفة وفاة طفل بسبب خراج في الضرس بسبب انتقال المادة السمية والصديد إلى دماغ هذا الطفل فأدى إلى وفاته فنحن نتحدث عن حقيقة أمراض ممكن أن تفتك في صحة الإنسان فلذلك أجد أن أوجه في هذا الشهر الفضيل دعوة لكل المشاهدين والمشاهدات أن نقنن من استعمال كمية السكريات والحلويات في هذا الشهر الفضيل وعلينا بالمسواك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لو لا أخاف ونشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة خمس مرات في اليوم استعمال السواك الحمد لله وجدنا سبحان الله وجدنا أن هناك مواد عطرية ومواد قاتلة للجراثيم في مادة المسواك فلذلك استعمال المسواك ما بين خلال فترة الصيام تساعد بشكل كبير للتقليل من معدلات أمراض الفم وتسوس الأسنان بشكل خاص ومع الحقيقة مع ارتفاع معدلات تسوس الأسنان أود أن أتحدث عن الخلوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف أن الخلوف فم الصائب أحب عند الله من المسك والخلوف هو طبعا رائحة الفم الكريهة التي يسببها الجفاف الشديد بسبب الصيام وعدم تناول السوائل وخصوصا الماء فهل هناك طريقة للتقليل من الخلوف؟ نعم هناك طريقة علينا أولا شرب كميات كافية من الماء خلال فترة قبل البدء بالصيام علينا باستعمال المسواك المسواك سبحان الله في مادة عطرية أيضا تقلل من رائحة الخلوف وأيضا استعمال تنظيف الفم أنا حقيقة استشاريت عدد كبير من المشايخ في العالم العربي والإسلامي ووجدنا أن استعمال الفرشات ومعجون الأسنان خلال فترة الصيام لا يفطر وليشك في هذا الموضوع أو يخاف أنه يفطر ممكن أن يستعمل الفرشات فقط الفرشات ينظف اللثة ينظف اللسان ينظف سقف الفم فشوف عندما تنظف سقف الفم وتنظف اللسان باستعمال الفرشات فقط والماء تقلل تقريبا بنسبة 75% من قوة رائحة الخلوف أيضا تزداد في هذا الشهر الفضيل معدلات ليس الخلوف وأن مرائحة الفم الكريهة اللي سببها في بعض الحالات جرثومة تعشعش في اللسان وبعضها حقيقة يعني المواد والأطعمة اللي تؤكل في فترة السحور فلنتجنب الأكل الأشياء التي تسبب الرائح مثلا نبتعد عن الثوم والبصل نبتعد عن الأشياء اللي فيها من سميها السبايسز أو البهارات شديدة الرائحة لأن هذه تبقى في الجسم مع الصيام ومع الجفاف ممكن أن تطلع وتكون رائحة قوية رائحة الخلوف أتمنى لكم بإذن الله شهر فضيل وصياما مقبولا بإذن الله وشكرا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب